كاملة حاورت يوماً صنع الله براهيم كاتب مصري جميل وجدت أبطاله في ذات يتحركون في زوايا إخراج ولا أجمل للمخرجة كاملة أبو زكري في ذات أحسست لسبب ما كأن أصداء حضوري الوالد باباكي موجودة مع أن القصة لصنع الله براهيم هل في اختيار هذا العمل نوعاً ما تحية إلى باباكي هو الحقيقة أنه هو صديق تونسي هو اللي اقترح الرواية الأستاذ جابي خوري رواية ذات لأن أستاذ جابي خوري مصر العالمية هو كان بيدور على أن يدخل جوه المسلسلات كان هم ما بيعملش غير السينما فصديقه التونسي اقترح له وقال له تعمل مسلسل ذات ومعه؟ وأنا كان أستاذ جابي ساعتها كنت عملت فيلم اسم واحد سفر فشاف الفيلم فأنا مكنتش بعمل مسلسلات خالص وما كانش من أحلامي المسلسلات السينما يعني كانت السينما يعني فأما قريت الرواية الصراحة يعني خفت بقى طبعاً جداً لأن هي الرواية صعبة جداً يعني هي اللي حواليها هو اللي بيأثر فيها وصيبة المجتمع عمال بيتغير وهي مجرد رد فعل فإن المتفرج يتعلق إذا كانت هي أو جزها عبدو أفكورس ثم الاثنين عيلة بس أكيد أبويا كانت جوا الحكاية أمي كانت جوا الحكاية طفولتي كانت في الحكاية نقال إنه أمك هي أكبر نقال لأعمال كاملة ذكر ده ده حقي وبتحضر كل التفاصيل آه الله يرحم ما هي كانت أعرف زي أي أم عايزة بانتهت بأحسن حد يبقى شكلي لبسة لبسة وحش هتقولي الفستان ده وحش ومتخليك شكلك وحش نفس الحكاية في الشغل كانت تقولي مثلا أفرجها على لسة مثلا فرس كانت تقولي ممل قوي هل تشتقيني لهذا الناخد أو هذه الناخدة جدا ياه بس في حد عوض جوزي لأن أنا جوزت بعد ما أمي توفت فجوزي بقى جي الناخد اللي أنا باخد برأيه جدا يعني أمك كانت تحب جدا علاقتك مع نيلي وكانت تقول أنتم زي فتن حمامة وهنري بركاتة بالزبط هاي ماما بتحب نيلي أوي من زمان كانت نيلي عاملة فيلم قديم كده وكانت طالع فيه كوميدي كانت طول الوقت يا أمي كانت تتفرج عشان تشتن يعني أو لا طب بتتفرجي لي على المسلسل مدام مش عاجبك تقولي عشان أفضل أشتن فيهم لغاية آخر حلقة وباباك؟ لا بابا كان يعني بابا ده كان يعني فارس بالنسبالي يعني تحية إلى هذا الفارس الجميل الله يرحمه حبيبي الله يرحمه فبابا ملحقش يشوفني وأنا مخرجة لأنه هو توفى كنت لسه بعمل بدأ بسعدة شوف أفلام قصيرة عملتها وهو كان رافض أدخل معك للسينما يعني زي أي أب متخيل أنه الوسط السينمائي بقى وأن أنا حبقى يعني يعرف بقى الصهارات والأحية إلى روح والدك بعض أعماله تظل خالدة وجداً احكي لي عن باباك الكاتب وأنت صغيرة في البيت بابا كان بيبتدي يكتب الساعة 2 بالليل يعني لما عشان نبقى كلنا نمنا ما يبقاش في أي حد بيزعجه وكيد كان ضجيجك أنت أكتر أنا ضجيجي لا ضجيج ماما كان مرعب وأخويا وأخويا والكلاب فكان بيبتدي مثلاً على الفجر كده يبتدي يكتب لغاية الصبح وكان دايماً يقولي نصيحة كان الكاتب العظيم العالمي أستاذ نجيب محفوظ هو اللي قاله قاله ما ينفعش تقول أنا مليش نفس أكتب أنت كل يوم هو واجب واجب عليك قاعد على المكتب إن شاء الله قاعد أرسم إن شاء الله قاعد شخبط بشكل يومي أنا حاعد بشكل روتيني واجباري واجباري حتى لو ما فيش إلهام حتى لو حس قال لي مفكر أمريكي بإسم فليبيانسي يوماً أنه العمل الإبداعي 1% إلهام و99% عمل جدي طبعاً أكيد لأنه الإلهام دي حاجة من عند ربنا وفكرة صغيرة لكن إنت لو ما استغلت ما استغلتش ده وفضلت تقول آه ده أنا موهوب ده أنا ربنا مديني إلهام وحتقعد لا تذاكر ولا تكتهد ولا تشوف العالم بيحصل في إيه ولا تقرأ ولا تتفرج يعني في النهاية لكل مكتهد نصيب فالواحد لازم يكتهد عشان ينجح فيش حد بينجح من الهواء لا أي حد نجح تعب جداً ليونال ماسي مرة قال إنه نجاحي أوفرنايت يعني في يوم في ليلة وضحاها أتى بعد أكتر من 16 عمل 16 سنة من العمل الجاد أكيد ومحمد صلاح آسى كتير في حياته وهو طفل وكان بالرغم من كده كان مصمم مصمم مفيش والشغلة شابلين والمبدعين كله كله أيا كان ونجيب محبوب يعني لوصل لل وإلا لو في نجاحات اللي هي بتفرقع وبعدين تختفي أنا بتكلم على الناس اللي العمير اللي بتسيب تاريخ العمر كله